النظر إليها كألبوم صور يعتقد أنها لوحة فنية لكنها سادس عاصفة ترابية تضرب العراق خلال شهر واحد فقط العاصفة الأخيرة الأفريقية المنشأ تسببت بإيقاف حركة الطائرات في مطاري بغداد والنجف تلك مصيبة من مصائب أخرى أشدها الهواء الملوث والضرر بالحياة اليومية للمواطنين ومع استقبال عيد الفطر المبارك تدخل العاصفة الجديدة بلونها الأصفر القاتم محافظات البلاد سيما الجنوبية منها الأمر الذي يتسبب بدخول عشرات المواطنين إلى المشافي لتلقي العلاج لإصابتهم بمشكلة في الجهاز التنفسي وإغلاق المطارات لمدد تصل إلى ساعات ويعد العراق من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم خصوصا بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز لأيام من فصل الصيف 50 درجة مئوية يترافق هذا مع انخفاض متوقع للموارد المائية قد يصل إلى 20% بحسب تحذيرات البنك الدولي تحديدا مع حلول عام 2050 وزارة البيئة حذرت سابقا من تزايد العواصف الرملية خصوصا بعد ارتفاع الأيام المغبرة إلى 272 يوما في السنة مرجحة أن تصل إلى 300 يوم مغبرة في السنة عام 2050 أما الحلول فهي رهينة التنفيذ والمتمثلة بزراعة غابات من الأشجار تعمل كمصدات للرياح لكنها لم تزرع بعد ترجمة نانسي قنقر